روسيا تجند المدنيين قسرا في المناطق المحتلة هذا عنوان اخر طبعا من صحيفة القدس العربي وفي التفاصيل اتهمت اوكرانيا القوات الروسية بتجنيد المدنيين قسرا في الاقاليم المحتلة شرقية اوكرانيا وكتب مسؤولنا عسكريون اوكرانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي انه بالاضافة الى الشباب فانه يجري استهداف الاطباء في اقاليم خيرسون وزابوروجيا وخاركيف والزعم انه تم اجبار العاملين في المجال الطبي باقليم خاركيف تحت تهديد التعرض للاعدام على علاج الجنود الروس المصابين اثناء القتال ولم يتسنى التحقق بشكل مستقل من صحة الادعاءات الاوكرانية وقالت وزارة الدفاع البريطانية ان تجنيد المدنيين الاوكرانيين في الجيش الروسي ينتهك بنود اتفاقية جينيف بشأن حماية المدنيين اثناء الحروب اشتركوا في القناة